في الحكمة الإلهية تعددت الأفهام ولم تخلق على نمط واحد ولحكمة إلهية وجدت الأدلة الشرعية التي تحتمل أكثر من وجهة وأكثر من معنى وكأنما وجدت لرياضة الأفهام والعقول والدعوة الدائمة إلى البحث والاجتهاد وإبداء الرأي كميدان مثوبة وأجر من الله أجران للمصيب وأجر للمخطي وكضرورة ملازمة للمتغيرات حتى تزدهر الحياة وتنمو في ظل قواعد الإسلام ووفق أصوله وضوابطه التي تمنع الانحراف وتعصم العقول من الشطط من هنا جاء منطلق تأليف كتاب الضياء للعلامة العوتبي إذ هو سلم بن مسلم بن إبراهيم العوتبي مؤرخ النسابة وفقيه نوصولي ومتكلم لغوي ولد فيما يظهر بقرية عوتب من أعمال صحارب واشتهرت نسبته إليهما أما انتماؤه إلى الأزد فلكونه من بني طاحية على رأي المؤرخ البطاشي أو من بني العتيك على رأي الشيخ أحمد بن سعود السابي وطاحية والعتيك أبناء عم كلهم يرجعون إلى الأزد يكنى بأبي المنذر ويرد في بعض الكتب والمخطوطات تكنيته بأبي إبراهيم وقد قام العلامة العوتبي بتأليف كتاب الضياء إذ هو موسوعة فقهية جامعة لآراء البطاظية وغيرهم من المذاهب الإسلامية مع عمق البحث وقوة التأصيل والتحقيق مستبغة بصبغة أدبية بارزة يمثلت في حسن العبارة ورصانتها والشرح اللغوي للمصطلحات والترتيب الجيد للمسائل والأبواب أله العوتبي بسبب ما وجده في عصره من دروس آثار المسلمين وطموس إيث الدين وذهاب المذهب ومتحمليه وقلة طالبيه ومنتحديه وافتتحه بأبواب في العلم والعقيدة ووصول الفقه ثم شرع في مواضيع الفقه التي هي أساس الكتاب ففي كتاب الضياء مثلا نجد قوله في الجزء الثاني في الصفحة السابعة والثلاثين بعد المائتين والقرآن نزل بلغة العرب ولغة العرب فيها الحقيقة والمجاز والإطالة والإيجاز والتوكيد والاختصار والحث والتكرار والكناية والإضمار والحكاية والاتساع والاستعارة والاتباع والإشمام والإشباع والاشتقاق والترخيم والإغراء والإدغام والأضداد والمقلوب والجوار والمنقول والإبدال والمعدول والمعاريض والنقص والزيادة والتقديم والتأخير والتعظيم والتصغير ومخاطبة الواحد بلفظ الاثنين والاثنين بلفظ الواحد ومخاطبة الغائب بلفظ الشاهد والشاهد بلفظ الغائب ويأتي بسببه وذكر سببه به وتل ذلك قد جاء في القرآن وقد ذكرته في كتاب الإيبانة فلم عده هنا للاختصار طبع من الضياء ثمانية عشر جزءا بين سنوات 1411 و1416 للهجرة من غير تحقيق وعلى غير ترتيب لأجزاء الكتاب والحقيقة أن المطبوع سبعة عشر جزءا إذ لا وجود للجزء السابع بينها بسبب خطأ وقع في الترقيم إضافة إلى عدم اكتماله فذمت أجزاء منه لا تزال مخطوطة وشعر عند أهل عمان أنه في 24 جزءا كما أكد ذلك النور السالمي في اللمعة المرضية إلا أن العلامة البرادية من علماء المغاربة ذكر في رسالته التي نقيد فيهما كتوب الأصحاب خلاف ذلك ونسخ الضياء التطوطة متبعثرة في المكتبات العمانية والمغربية وهي حقيقة بالجمع والتعيق وقد اعتنق أبو مالك عامر بن خميس المالكي سنة 1346 للهجرة في السنين الأخيرة بجمع نسخ الضياء وجلب ثلاثة أو أربعة من الكتاب من أجل نسخه وقيل بأنه اجتمع عنده من أجزائه 23 جزءا وقل أن تجد كتابا فقهيا إباضيا مشرقيا أو مغربيا يخلو من نقل عن الضياء اشتركوا في القناة